كانت هناك يوما ما في قرية صغيرة فتاة شابة لطيفة كانت معروفة بغطاء رأسها الأحمر الذي كانت ترتديه دائما لذلك أطلق عليها سكان القرية اسم كبوسة الحمراء في يوم من الأيام طلبت والدتها منها أن تأخذ سلة من الطعام والهدايا لجدتها التي كانت تعيش من الجهة الأخرى من الغابة حذرتها والدتها من الابتعاد عن الطريق والذهاب مباشرة إلى منزل الجدة لأن الغابة قد تكون خطرة وعدت كبوسة الحمراء والدتها بأن تكون حذرة وضعت غطاء رأسها الأحمر وأخذت السلة وبدأت رحلتها عبر الغابة لكن الغابة كانت مليئة بالحياة والأصوات وكانت كبوسة الحمراء فضولية وأثناء سيرها في الغابة التقت بالذئب الكبير الشرير سألها الذئب بعيونه الخادعة إلى أين كانت تذهب ببراءة قالت له كبوسة الحمراء عن جدتها المريضة وأنها ستحضر لها بعض الحلويات أخذ الذئب فكره ووضع خطة نصح كبوسة الحمراء بجمع بعض الزهور الجميلة لجدتها وأشار إلى حقل مليء بالزهور الملونة خارج المسار اعتقدت كبوسة الحمراء أن هذه فكره رائعة لإدخال السرور على جدتها فذهبت لجمع الزهور في هذه الأثناء هرع الذئب إلى منزل الجدة عندما وصل الذئب إلى المنزل طرق الباب صوت جدته الضعيف دعاه للدخول اقتحم الذئب البيت ربط جدته وأغلقها في الخزانة ثم ارتدى أحد قمصان الليل الخاصة بجدته ووضع نظارتها واستلقى في سريرها ينتظر كبوسة الحمراء عندما وصلت كبوسة الحمراء أخيرا إلى منزل الجدة وجدت الباب مفتوحا دخلت وذهبت إلى غرفة النوم حيث رأت الجدة مستلقية في السرير مع البطانيات مغطاة حتى الذقن لاحظت أن جدتها تبدو غريبة يا جدتي ما أذنيك الكبيرتين قالت لكي أسمعك أفضل يا طفلتي أجاب الذئب وجدتي ما عينيك الكبيرتين لاحظت كبوسة الحمراء لكي أراك أفضل أبتسم الذئب بدأت كبوسة الحمراء تشعر بالاضطراب وقالت جدتي ماذا عن يديك الكبيرة لكي أعانقك أفضل قال الذئب وأخيرا قالت كبوسة الحمراء جدتي ما فمك الكبير جدا لكي أكلك أفضل صاح الذئب وقفز من السرير مستعدا لالتقاط كبوسة الحمراء في تلك اللحظة اقتحم صياد الذي لاحظ السلوك الغريب للذئب البيت قاتل مع الذئب وتمكن من السيطرة عليه مما أنقذ كبوسة الحمراء معا حرروا الجدة من الخزانة طردوا الذئب ووعدت كبوسة الحمراء والدتها بعدم الابتعاد عن الطريق مرة أخرى شكرت الصياد وعادت إلى البيت بقلب مرتاح وامتنان حاملة درسا قيما النهاية